ونطالم مجدداً مجلس الأمن بإعادة النظر في ملف عضوية دولة فلسطين قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف خلال القمة العربية المنعقدة بالبحرين أن قضيتنا المركزية أحوج ما تكون اليوم لأمة عربية موحدة وقوية تتقدم صفوف المناصرين لها وتكون أولى المرافعين لصالحها وتتموقع في طليعة الساعين من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي الإسرائيلي وعلى هذا الأساس يضيف الرئيس تبون فقد عملت الجزائر منذ انضمامها لمجلس الأمن بكل أمانة وبكل وفاء وبكل إخلاص على تمكين القضية الفلسطينية من استعادة مكانتها المركزية كأقدم قضية على جدول أعمال منظمتنا الأممية وكأبرز قضية تستدعي تصدر أولويات المجموعة الدولية وكأهم قضية يستوجب الإيمان بها تعبئة للجهود وحجدها من أجل نصرتها على الوجه اللائق بمقامها في وجدان شعوبنا وواقع دولنا